السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجيد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي إذن اليوم لدينا الحصة الرابعة في درس الأعداد الكسرية الجمع والطرح والطرب والقسمة في الصفحة 61 من كتابي الجيد إذن ننتقل إلى الصفحة 61 إذن لدينا التمرين 22 أحدد الجواب الصحيح أليف مجموع و2 على 3 زائد 1 على 5 إذن هنا ندير العملية ونجزوها كما تعلمنا الحصص السابقة إذن لدينا 2 على 3 زائد 1 على 5 إذن هنا نحدد المقام الموحد بين 3 و 5 3 ليس مضاعف ل 5 و 5 ليس مضاعف ل 3 إذن هنا نلجأ إلى المضاعف المشترك الأصغر بينهما هو 15 إذن نضرب 3 في 5 إذن هنا 15 و 15 هو المقام الموحد إذن هنا نضربه في 5 و هنا في 5 أعطينا 10 إذن هنا نضربه في 3 و هنا في 3 أعطينا 3 10 زائد 3 هو 13 إذن 13 على 15 هو الجواب الصحيح إذن 13 على 15 هو الجواب الذي سنحيطه إذن هذا هو الجواب الصحيح إذن بالنسبة للعملية الأخرى هي عملية الطرح إذن نفس الشيء ثلاثة على سبعة أضينا ترحو منها 1 على 6 إذن 7 ليس مضاعف ل 6 و 6 ليس مضاعف ل 7 إذن المقام الموحد بينهما هو جداؤهم إذن هو 42 و معنا الشيحل إلا أننا نضربه جداء بينهما إذن هنا نضرب هنا في 6 و هنا في 6 أعطينا 18 إذن هنا نضرب في 7 و هنا نضرب في 7 أعطينا 7 18 إلا نقصنا منها 7 أعطينا 11 على 42 إذن هل توجد لدينا 11 على 42؟ نعم هذا هو الجواب الصحيح إذن التمرين 23 وحددوا الجواب الصحيح ألف الجداء 14 في 4 على 7 هو إذن هنا الجواب الصحيح إذن سأخذوا 14 على 7 14 مضربة في 2 في 4 على 7 فهذا العملية هذي كيف يمكن أن نكتبوها بهذا الشكل 14 مضربة في 4 1 في 7 سبعة إذن فهذا الجواب الصحيح هذه هي هذه إذن هذا الصحيح نزيد ونحسبه ربما يكون 8 هو النتيجة ولكن هذه هي خطأ إذن هذا الجواب الصحيح إذا نريد أن نحسبه هذه سنختزل بين 14 و 7 بين 14 و 7 كيف يمكن أن نخطينا عملية اختزال سنقسمه هنا على 7 ونقسمه هذه على 7 إذن تعطينا جوج 14 على 7 جوج 7 على 7 هو 1 وهذه سبقنا في 4 جوج إذا ضربناها في 48 8 على 1 هو 8 إذن هذا الجواب الصحيح إلا أن هذه نتيجة نتيجة حساب وهذه يعني عملية قبل من نوصله للنتيجة كذا هو الفرط إذن ننتقل إلى تمرين 24 تمرين 24 يعني هنا نوضع العملية الزائد أو الطرح أو عملية الضرب بين كل عددين من الأعداد الكسرية التالي سوف نبدأ بهذه هنا 4 و هنا هنا 4 و هنا 5 و هنا 1 و هنا 24 على 16 إذن هنا يجب أن نفكر منطقيا لو أنه كانت هذه عمليات جمع أو الطرح سوف نصل إلى 16 لأنه أصلا لمقام موحر وبالتالي و هنا لكن شو بأنه البسط إذن هنا آآ دونك هنا ولكن يمكن تكون أنها هي قدر تكون عملية جمع لأن عملية الضرب لا تسعطينها 1-5 لا تسعطينها 4-4 16 و لكن 1-5 لا تسعطينها 5 إذن هذه ليست عملية الضرب إذن ده إما الضرب أو الطرح أو الزائد إذن هذه بالنسبة للضرب أو الزائد بالنسبة للضرب أو الزائد قال لنا هل هي عملية الطرح أم عملية جمع و يمكن أن تكون عملية الطرح لماذا؟ لأن هذا صغر من هذا إذن عملية الطرح هي مستبعادة قال لنا عملية الجمع نجربه إذن سنأخذ 1-4 و سنزيد عليها 5-4 إن شاء الله سعطينا 6-4 إلا أنه هنا سنوصلنا إلى 6 لنضربه هنا في 4 و نضربه هنا في 4 و إذا ضربنا هنا في 4 فوق البسط و المقام سعطينا 24 على 16 إذن هي عملية جمع ولكن بمقام غير مقتزل إذن يبتالي هنا عملية الجمع الحملية الأخرى 6 على 8 1 على 6 النتيجة 7 على 12 هنا سنقوم بإذن لا يمكن أنها عملية طرحة عملية ضرب إذن الضرب هنا مستبعد نضرب مستبعد قتلنا بين الجمع و الطرحة إذن ما دام بين الجمع و الطرحة سنضبح المقام و المقام المقام الموحد سنأخذه 24 24 نضربه هنا في 3 و هنا في 3 سعطينا 18 و نضربه هنا في 4 و هنا في 4 سعطينا 24 إذن إلا قطرنا الضرب 12 18 نقص 14 14 نعم 24 نعم 18 نقص 14 24 قسمه هنا على جوش هنا سأعطينا 7 هنا سأعطينا 15 وهذا هو الجواب الصحي والتالي فهي عملية الطرح وليست عملية جمع نرى العملية الأخرى هنا جوج على 3 ثلاثة على جوج نتيجة 1 واضحة بأنها عملية ضرب لأنها تختزل فيها الجوج ثلاثة على ثلاثة ثلاثة على ثلاثة نسبة العملية الأخرى 8 ثلاثة 6 نضرب ما كنت للاحظوا؟ الآن لن تكون عملية الضرب لماذا؟ كنت اختزل هذه الضرب من الضرب ثلاثة إلى ثلاثة ثلاثة على ثلاثة وقتل الضرب ثلاثة على ثلاثة ثلاثة إذاً هنا نضرب نضرب 8 في 6 8 في 6 8 في 7 3 في 7 تقسمه هنا على 3 هنا على 3 في 6 و هنا على 3 في 7 هذا بالنسبة لتمرين 24 25 اشتبوا الجواب الخطأ نصف العدد الكسري 4 على 5 هو إذاً فاش نقوله نصفه ماذا تعني نصفه في العدد الكسري نصفه هي واحد على جوش إذاً نصفه 4 على 5 نقصد نصفه 4 على 5 إذاً ما تعطينا؟ 4 على 10 هذا هو الجواب الصحيح نصفه هنا لدينا 2 لوتو ما نقصده في 2 لوتو؟ يعني 1 على 3 من ضربة في جوجة على 7 هذا هو المقصود 1 في جوجة 3 في 7 4 على 21 إذاً جوجة على 21 والجواب الصحيح إذاً هنا أعتدر قالوا لك أشتبوا الجواب الخطأ إذاً أشتبوا أشتبوا ونحتبدوا بالجواب الصحيح هنا يا ربوع ما نقصده بربوع 1 على 4 من ضربة والربوع 1 على 3 1 في جوجة 3 4 12 لم يكن لدينا جوجة على 12 ولكن هناك اختزان 1 على 6 هذا هو الجواب الصحيح إذاً أشتبوا إذاً ننتقل إلى 26 عدد تلاميذ قسمه 24 تلمين 3 على 8 منهم فتيات عدد الفتيات في القسمه إذاً بما أن عدد تلاميذ قسمه 24 ف3 على 8 منهم يعني 3 على 8 سنضربها في 24 ثلاثة على 8 من 24 تلمين ماذا تعطينا؟ إذاً هنا ما سنقوم بعمل ثلاثة على 24 ونقسمها على 8 هنا نرى أن هناك عملية اختزال بين 24 و 8 نقسمها على ثلاثة عدد ثلاثة على 8 ثلاثة على 8 ثلاثة على 8 ثلاثة 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 على 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 ثلاثة إذن لدينا العملية، ونرغبونا شونا نرى مالية الصحيحة فيها الآن بداخل هذه المتعاملات التي ترغب في حصتين سابقا بلاحظة قسم 5 جوش 5 الجوش 5 الجوش 5 الجوش 5 الجوش مزيان ثم هنا يقوم بداية الجوش 1 ت 3 1 ت 3 1 ت 3 هذا هو التركيب الى العداد عن الأسفل ولكن هنا هو الإشكال الإشكال هو التوزيعية يستطيع المجال على الطرح فهنا يكون الضرب هذه هي التوزيعية على الطرح هذا هو الجوابkeys وبالتالي أشطه الخطوص تنتقل الى التمرين 18 اقتسم عثمان و إدريس كعكة فأخذ عثمان نصف تلوتها بينما أخذ إدريس ثلاث أربع تلوتها إذن العدد الكثري الذي يمثل نصيب عثمان من الكعكة هو إذن شنو كتعني كلمة نصف تلوتها نصف تلوتها نصف كعدد كثري هي واحدة لجوج وتلوتها هو واحدة لثلاثة يعني إيش حل أخذ نصيب عثمان إذن عثمان نصف مضروبة في تلوتها إذن هذه تعطينا أخذها واحدة لستة من الكعكة إذن بالنسبة لإدريس أخذ ثلاث أربع تلوتها ماذا نقصده بثلاث أربع كعدد كثري ثلاث أربع هي ثلاث أربع ثلاث أربع كعدد كثري إذن نتحدث لإدريس أخذ ثلاثة أربع كعدد كثري إذن ستعطينا ستة من الكعكة يعني أخذها واحدة لجوج ثلاثة في جوج ستة وربعة ثلاث أربع كثري نقسمه هنا على ستة فالبسط الماقم سأعطينا النصف يعني نصف نصف الكعكا سؤال الأخير الجزء المتبقي من الكعكا كيف سنلقاه لدينا عثمان سودوس وعندنا إداريس نصف نصف إذا نريد الجزء المتبقي كيف سنفعله؟ الجزء المتبقي سيكون هو واحد وهي الكعكا لدينا عدد الكسرين وعبروه عنها بواحد ونطرح منها المجموعة سودوس الذي أخذه عثمان زائد النصف الذي أخذه إداريس وبالتالي نحسب ما يوجد داخل القوسين هنا لدينا ستة واحدة والمقام بستنطب هنا لدينا واحد هنا نضرب ثلاثة هنا تعطينا ثلاثة نستمر واحد ناقص هنا تعطينا ثلاثة ثلاثة براحة ناقص هنا ستة هنا سفر والدخول نضرب ثلاثة 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 إذن الجزء المتبقي هو واحد على ثلاثة هذه هي طريقة الحساب هناك طريقة إذا نطبق النمدجة إذا نطبق النمدجة كيف يمكن أن نطبقها؟ نعتبر الكعكة هي هذه إذن بالنسبة لإدريس أخذ النصف إذن هذا إدريس هذا هو النصف الكعكة بينما عثمان سوف نقسم الكعكة على 6 عثمان أخذ النصف الكعكة على 6 إذن هذا هو عثمان 1 على 6 إذن شحال البقاء الجزء المتبقي هو الجزء المتبقي هذا هو الجزء المتبقي وهذه الجزء المتبقي هي واحدة على ثلاثة لماذا؟ لأن هذا تولد وهذا تولد وهذا تولد إذن أنا وضحتها بالنموذج إذا قد نمشي إلى 89 توفي رجلون وترك زوجتان وبنا وبنتا ومبلغا ماليا قدره 48 الفدرهم وقطعة أرضين مساحتها 24 هكتر وحددوا نصيب كل وارثين إذا علمتوا أن نصيب الزوجة في الميرات هو تمن ما ترك الزوج وأن الإبنة والبنت يتقاسمان ما تبقى بحيث يكون نصيب البنت نصف نصيب الإبن إذا إنا توفي رجل إذا هذا الرجل خلى الزوجة وخلى الإبن وخلى البنت نصيب 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 كل واحد إذا نضيف جدول نصيب الزوجة الإبن ثم البنت نصيب الزوجة هنا نصيب من المال ونصيب من الأرض الزوجة نقل عدد كثري إذا علمت أن نصيب الزوجة هو تمن ما ترك الزوج يعني أننا سنحدد التمن المال واحد على ثمانية ونضربه في ثمانية واربعين الف درهم القطعة الأرضية 24 هكتار سنضربها في التمن الزوجة ثمانية واربعين القطعة والثمانية المال هذا سيعطينا الدرهم وهذا سيعطينا لهيكتار بالنسبة الزوجة إذا بالنسبة لهيكتار 24 على 8 سيعطينا ثلاثة لهيكتار الزوجة سيعطينا ثلاثة لهيكتار من الأرض 48 قسمنا على 8 سيعطينا 6 إذا 6000 درهم في الفلوس ستأخذ 6000 بالنسبة للإبن بالنسبة للإبن والبنت وأن الإبن والبنت يتقاسمان ما تبقى بحيث يكون نصيب البنت نصف نصيب الإبن إذا سنحدده أولا ما تبقى عن الزوجة ما تبقى عن الزوجة ما تبقى من المال ومن الأرض إذا ما تبقى من الزوجة سأخذ 48 ألف درهم سأخذ 42 ألف درهم هذا هو ما تبقى عن الزوجة ما تبقى من الأرض 24 هكتار هذا نقص منها 3 هكتار هذا تعطينا 21 هكتار إذا 21 هكتار هو ما تبقى من الأرض هذا ما تبقى القسمه للذكار مثل حظ الأنتيين نصيب البنت نصيب البنت نصيب البنت نصيب البنت يعني هنا ما تبقى سأخذ البنت 40 ألف درهم تعطينا 42 لقسمنا على ثلاثة تعطينا 14 ألف درهم معفوين 14 ألف درهم هذا هو نصيب البنت من الدراهم ثم عمنا 21 هكتار نضربها في 1 ثلاثة سأخذ 21 لقسمنا هكتار هذا نصيب البنت من الدراهم بالنسبة للإبن جوجة على ثلاثة سأخذ 42 ألف درهم و جوجة على ثلاثة ثلاثة سأخذ 21 هكتار 21 إلى ثلاثة 27 سأخذ 14 سأخذ 14 سأخذ سأخذ 14 سأخذ بالنسبة للإبن ثم 42 أقسمنا على ثلاثة ثلاثة 14 28 فدرهم 28 فدرهم هو نصيب الإبن هذا هو توزيع الإرض على الزوجة والإبن إن لن تمرين مووالي هنا تمرين موالي تمرين الثلاثين كان مرتد إزعاب فور مرحباً دمنا تمرين الموالي كيف يكون عامر؟ كيف يكون معامر؟ كيف يكون هناك 60 نترو يكون يواصل 5 إلى 6 نحن نريد أن نعرف ما سيكون هناك باللترات كيف يكون عامر؟ ماذا سنفعل؟ 5 إلى 6 9 ما سنسميها؟ نسميها total السعر الإجمالية إذا ضربناها في 5 إلى 6 سنجد 60 إذا نريد أن نريد total أو complete هذا كالتوطال ما سنفعل؟ سنفعل 60 ونضربه هنا في 6 إلى 5 60 سنجد 60 إلى 5 سنجد 12 ونضربه هنا في 6 سنجد 72 لذلك كيف يكون عامر؟ سنجد 72 لتر لا تؤكدوا من العملية 60 بربوها في 6 إلى 5 سنجد 72 سنجد أثناء سنجد كل من الإجمال بأسطة ونحن نقل ونحن نقل يوجد يجب أن نضرب الحروف يجج على 4 إذا ضربناها في 120 يجب أن نضرب نقسم 120 على 4 نقسمه عندما نضربه نقسم 120 على 4 30 30 هذا هذا 3.5 ما هي 3.5 3.5 3.2 x 16 6 x 2 نقسمه عندما نضربه 16 على جوج كساطين 8 8 x 3 x 24 نرى الموالية 2.1 2.1 سنضربها 33 نقسمه عندما نضربه 33 على 1.3 3.6 نقسمه عندما نضربه 3.3 3 3 1 3 3 75 نقسمه 75 نقسمه على 3 قد أعطينا 5 هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة وهذا الدرس للأعداد الكسرية من الكتاب الجيد في الرياضيات للسنة السادية السبتدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر